اشتركوا في القناة ومتبعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس فضلا عن جهود تطوير وميكنة منظمة التقادي على مستوى الجمهورية استحب رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي نظيره الأردني بشر الخصونة والوفد المرافق له في جولة تفقدية لمشاهدة المشروعات التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع رفقهم خلالها عدد من المسؤولين من الجانبين وأكد مدبولي أن المشروع يمثل أهمية كبيرة للدولة المصرية ويفتح أفاق المستقبل ويجسد إرادة المصريين في تحدي العقبات من جانبها أشاد رئيس وزراء الأردن بحجم العمل بالمشروعات والتنفيذ الذي يتم باحترافية ومعايير عصرية مبديا أعجابه بالنسق المعماري المميز لمسجد مصر أما في الشأن التونسي فبحث الرئيس قيس سعيد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين خاصة التحذيرات الجارية لتنظيم قمة الفرانكفونية بتونس وقالت الرئاسة التونسية في بيانها أن سعيد أكد خلال المحادثات مع ماكرون التحسن الملحوظ للوضع الصحي في البلاد فيما أكد قصر الإيريزي أن الرئيس التونسي تعهد خلال المحادثات بأن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بصورتها الكاملة خلال الأيام القادمة أما في ألمانيا فالتقى مرشح وتحالف المستشار الألماني أنجلا أمريكا لمنصب المستشار أرميل لاشات مع كبار ساسة لا تحالف وذلك للإعداد المحادثات المقررة مع حزب الله خضر والحزب الديمقراطي الحر بشأن تشكيل اتلاف حاكما جديدا في البلاد ويأخذ التحالف اللامسيحي محادثات الاستكشافية المقررة مع الخضر والليبراليين بفريق تفاوض يضم عشرة أعضاء على رأسهم لاشات وأمين عام التحالف باول تسيمياك من ألمانيا إلى بريطانيا حيث قال وزير الدفاع البريطاني بان والس أن بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية بصورة يومية مهددا بتنفيذ المملكة المتحدة هجمات معاكسة ضد الدول التي تحاول إلحاق الضرار ببريطانيا وقال والس في حديث لصحيفة ساندي تيليجراف إن إنشاء القوات السبرانية الوطنية في بريطانيا هدفها حماية البلاد من العمليات السبرانية في حال كانت خطيرة ومخربة ومضرة داعيا إلى تفعيل آليات التعاون الدولي للتصدي إلى هذه الظاهرة في ما يتعلق بأخر مستجداد فيروس كورونا محليا أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 761 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا ووفاة 32 حالة جديدة وأفاد المتحدث باسم الوزارة بخروج 544 متعافيا من المستشفيات ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258.252 حتى اليوم هذا وذكر المتحدث أن إجمالية الإصابات وصل إلى 306.030 حالة من ضمنهم 17.399 حالة وفات أما بالنسبة لآخر مستجداد فيروس كورونا عالميا فأظهر إحصاء لرويترز أن إصابات كورونا العالمية تناهز 235 مليون وبحسب الأحصائيات فقد تخطط اللاوفيات 4 ملايين و41 ألف كما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019 ختمنا مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت أكسرانيوز دوت تي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام كذلك يوتيوب أشكركم على حسن المتابعة